مبادرة جديدة تطلقها ميليشيا الحوثي هذه المرة تتناول الأسرة المبادرة تدعو الحكومة الشرعية إلى تبادل ألفي أسير ومحتجز قراءات مختلفة لأبعاد هذه المبادرة والهدف منها فهناك من يعتقد أن الميليشيا حققت هدفها الرئيس من وراء الاعتقالات والاختطافات المتمثلة بكسر إرادة الناس وبالتالي هي الآن تريد التخلص من الأعباء والالتزامات المالية لآلاف المعتقلين عوضاً عن أنها بهذه الخطوة ستحسن صورتها أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة وستمنحها انتصاراً أخلاقياً أمام الشرعية والتحالف بينما يرى البعض أن الميليشيا تريد إعادة المقاتلين في إطار التجهيز لمعركة جديدة يرى البعض أنها قد تكون في الحديدة الجبهة التي تشهد نوعاً من الانقسام والاختلافات على مستوى القيادات وأي يكون الغرض من وراء الدعوة إلى هذه الصفقة الثابت أن الميليشيا لا تبتغي الأجر من ورائها وإنما تسعى لتحقيق أهداف قد تكون ضمن ما ذكر سابقاً وقد تكون أهدافاً ومخططات أخرى وأمام هذه الدعوة لا رد رسمياً من قبل الشرعية حتى الآن أما المبعوث فسيستحسن الدعوة ويصفها بالإيجابية ويدعو للتجاوب معها كما جرت العادة اللافت أن هذه الدعوة تأتي بالتزامن مع مبادرات أخرى أطلقتها ميليشيا الحوثي لفتح المنفذ الغربي لمدينة تعز المحاصرة منذ أعوام وهو ما رحب به رئيس اللجنة الحكومية المكلفة لفتح الطرقات النائب عبد الكريم شيبان معرباً عن أمله في وجود مصداقية لتنفيذ المبادرة شيبان كشف عن رسالة مسودة الاتفاق إلى الحوثيين بالطرق المحددة كي يتم فتحها وتأمينها وإزالة الألغام ووقف إطلاق النار التوجه الجديد للميليشيا يأتي بالتزامن مع الاحتقان الكبير لليمنيين من تعامل السعودية والإمارات مع الوضع ومع حديث عن تسويات تدار تحت الطاولة في جدة وصنعة الواضح أن جماعة الحوثي تريد استغلال ذلك الاحتقان بتحسين صورتها من ناحية وتعد نفسها للمرحلة الجديدة من ناحية أخرى ليبقى السؤال الأبرز أمام هذه المبادرات هل سينسى اليمنيون أن الكارثة التي وصلت إليها اليمن دشنتها ميليشيا الحوثي بالانقلاب على الشرعية والانتقال السياسي وجر البلاد إلى حرب مدمرة ومصير مجهول